بكامل الروح الثورية النقية خرج هؤلاء الثوار يرسمون ملامح وطنهم الذي اختطفه المخلوع صالح فتحوا صدورهم الطاهرة في مواجهة طغيانه ودفعوا أرواحهم ثمنا لرمي مشروعه العائلي في مكانه المناسب مزبلة التاريخ لم تكن مسيرة الحادي عشر من مايو عام 2011 مختلفة عن بقية محطات فبراير بل إحدى محطاته الرئيسة التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الثورة عليكم أن تحتشدوا الآن في الساحات وأن تنظروا من يوم غد من يوم الأربعاء بعد عصر ذلك الأربعاء ذهب هؤلاء بالورد كتعبير رمزي للمشروع الذي ينادون به لكن استقبال المخلوع صالح وقواته كان ترحيبا من نوع آخر أبدى شباب الثورة شجاعة منقطعة النظير وأبدى صالح وقواته إجراما بنفس القدر مع فارق أن أولئك الشباب كانوا ينادون بمشروع الدولة المدنية وصالح ينادي بما نراه اليوم من إحراق للبلد والشعب لم تخمد نار حقده بعد أنا أو الطوفان هذا هو شعار نيرون اليمن وكذلك كان السلوكياته منذ الثورة إلى اليوم ساعده في ذلك بقايا الأجهزة العسكرية والأمنية التي أسسها بناء على الولاء الشخصي ها هو اليوم صالح الذي خلعته الثورة يثبت لأنصار فبرايرا وحتى خصومها كم أنها كانت ضرورة وطنية ملحة ضد رئيس نظام بعد أن فشل في تحويل البلد إلى مشروع عائلي ذهب للتحالف مع الإماميين لإسقاط الجمهورية وتمزيق البلد بأكمله سيظل فبراير نقطة الضوء التي رسمت طريق خلاص اليمن المعاصر ذكرته بالقول والفعل أنه مانح السلطة ونازعها ورغم ما كشفت عنه ثورة فبراير من مشاريع صغيرة كانت تحت الأنقاض إلا أنها ستذهب باليمن إلى حيث وعدها الأول الدولة المدنية الحديثة اشتركوا في القناة